اعطيك ايدي افشلي حلو مربعا بيارو مش بصوا بيارهم عن التعليب اللي احسن ولا هنشوف دلوقتي نشوف موارا بتجيب المصر الشرصة سريع جدا جدا اللي عايزين نيطل عطيك عشان انها بس شوف هنه بتنور ازع افش طبعا في ناس كتير بتفكر ربي الديابة هل عليها مسؤالة قرونية الكلام ده هل تنصحنا ان احنا نربيها هل التربية بتاعتها جميلة ايه اللي اختلف فيها عن تربية الكلام كله ده افكر ان شاء الله في حياته ناردة طبعا كلنا عارفين ان الديب هو اقوى مخلوق على وجه الارض واخر حيوان كمان هيموت على وجه الارض دي معلومة يعني الكل عارفها كمان انه الحيوان الوحيدي اللي مش بتجوز من محاربه الحيوان الوحيدي اللي في الصفة دي كمان هو الابن البرب والديه بس ناردة حرفين هنسمع معلومات عن الديب هنسمعها الاول مرة في حياتنا على قناة بيت الزواحف كمان هنتكلم عن تربية ووسلكه في التربية وفي البيت اللي بيختلف تماما عن البرية والحيوان الوحيدي اللي اكبرني على احترامه للصفات اللي احكالكم معامل معايا كمان في البيت اما حاجة اللي اشتراكوا الناب اجدعان اللي شفتم من الديب انه عنده كارزمة طاغية يعني كارزمة الاسود والنمور اول حاجة نتكلم في تربية الديابة لو انت بتفكر تربي دي اهم حاجة يكون معك كلب في البيت ليه بقى؟ لان في البرية الديابة بيكون مجموعة جراء مع بعض فبيتعلمهم من سلوكيات بعض فانت في البيت لو ما تجد تدول الامر هتلاقي يعني بيستجيب بصعوبة شوية وكمان حيوان عنيت فلو معك كلب بيطيع وبيفهم الاوامر كمان معاك اسرع ويجيبهم هما الاتنين صغرين في السن يعني ورائب من بعض هتلاقي ان الجيب بيقلد الكلب سبحان الله اه لو انا بطلعهم البتاع يعني هو مش عازل مش عازل وسريع جدا يعني من كل السرعة بتاعته اختفاء باك في منه اه نعين في منه الجيب اه المعروف بتاعنا وفيه ابناء اه الجيب ما نفعش تبعي عنه خطر لانه هيتشرص فلازم تبقى قولك منه عازول لكم بقى حاجة مهمة ناس كتير متعرفاش الديب بيخاف من الانسان اكتر من خوف الانسان منه كمان الديب اه يعني ما بيخافش من النار زي ما ناس كتير فاكرة اه طبعا الحيوان الوحيد اللي ممكن ناكل الجن اه ليه طبعا يعني مميزات وصفات كتيرة جدا يعني تختلف عن اي حيوان بس فيه معلومة مهمة جدا عايز اقولها ومش ااخد من وطة حضراتكم كتير شايفين يا جماعة السورة اللي احنا شايفانا دلوقتي اه ديا يعني الديابة لما بتمشي في الطبيعة سبحان الله بيبقى لها تكنيك مختلف عن اي حيوانات اللي في القدام دول اللي هما عليهم دايرة حمرة دول اللي هما العواجيز اللي في القطيع بس دول يعني كبار وعندهم خبرة رهيبة جدا فدول بيبقوا في المقدمة الورام على طول في الدايرة السفرة دول يا جماعة دول يعني من المحاربين والشجعان في القطيع بس مهمته انهم يحموا الكبار السن بعد كده بتلاقي بقى الشباب بقى اللي في المجموعة اللي هم اللي اللي updated دولا يعني من زمرة الديابة المحاربة ويعني اه برضو اللي هو ايه دولا من حماية الكتير. الفراخ الخالص ده بقى ده الكائد ده الزعيم ده الزعامة. ما تخلي نفسه اخر واحد خالص. ده بقى بيشوف يعني اي نقاط ضعف بيصلحها حد ما يحتاج مساعدة بتاع. فبجد حيوان يعني جميل جدا. الواء صغير تحطه مع بشر اللي هو انت نعمة رب الياه. علشان اللي هو يبدأ يتعود عليهم الواء صغيره علشان اللي هو يبقى معهم زي الكلب. فقليف ما اعملوش اي حاجة. الواء صغير لازم شكل بشر. اه ما يعرفش انك في جيبك السلاح والكلام ده انا الكلام اللي بتقال ده وانا مش حقيقي. خالص. اه اه وايعرف من ايه انه ده. لقدان راعد معيك امكان ان يعرف معك سلاعاد ده. ده في البتاقة اممكن تديره هياكل الكلام ده وانا هيدوس معكم في شئة مشكلة. اه باكل برضو فراخل الكلام ده بس كما سلوها يا جماعة. ما تديروش ناي ده ديب. عشان ايه. دمام? عشان متحولش على في البيت انت الوحب. طبعا لوحة ربية طبعا مساحة زي كده زي اللي احنا عاديم فيها ديان. مكان المياه اه تحترم ان انت من ربي دي. مكان محكم لغالك عشان ما يقربش برضو. طبعا انت ممكن تفشل في الارض انشارت خشب او يعني كل حاجات مين ديان يعني. اه طبعا اه من هو صغير يتدرب. من هو كبير بتدرب. انت ممكن تدرب مسلا ايه? مش رفز بتاعهم وبيدرب انه يطلع من رفز الكلام ده وما تمام زي الكلاب بالزبط طبعا. يعني عمو كان اقول لك كمان مش محتاجه اقول لك حراسة لانه لو تحط على ما خلقنا مش حامل يبقشه. طبعا زي ما انا شايفين انه قاعد معنا انا قاعد معنا انا قاعد معنا انا قاعد معنا في الخلق. معنا الناي. ده اللي بوكس بتاع الديب. بيتحط ماما على فكرة ما بيبعينش اي حاجة. دي بالدليل اتواطع. حاجة ماما اللي بيرب بليه في البيت اقول دي بلي في البرية تماما اللي في البرية اتبش تتعامل معاها واقعوا بس لهم اسحابوا الكلام خد صوت. لكن اللي في البرية را ممكن نكون اكسر ادهم تعود. بس معايز زمايلي بيربوا ديارة برضو اعتلبت ان انا اصور معهم اما عرفتش. انا بس انت ودخلت علمي ايش هيحصل بويس. مع مضمان اش هتروع عن مش كهو. فكل اللي بوش اخصي. بس ده وانها دي ببعينش. مشكلة الديب لما تبقى لسه شاري ديب ان الديب بيبقى محتاج زي ما احنا اتكلمنا اه في فرض سيطرة. ففي ناس بيتروحوا جاي ضربة بقى بتعجبوا. ومع الديب مينفعش اتعجبوا لان ساعتها انت الجاني على نفسك وهتفتكر الكلامي اللي بقوله ده ان الديب الحيوان الوحيد اللي ممكن مينفعش اتعجبه. لانه كاريزمة. فهيرد ورد الديب مش حالو. اه بس اللي هو ايه يعني لو قديته مكافأة بتاع يكون افضل يعني. فكأنك بتعمل تفل صغير. الديب لما تروح تشتريه مش شرط انه يكون بيلعب وبتحرك عشان تطمن انه حاجة كويسة. ما يختلف عن اي حيوان تاني زي الاسد والنمراء تلاقي يعني فيه هيبة كده ومع نفسه بتاعه. فده اي ام حاجة بس الاكل اللي ما فيهش خدوش مش متعور بتاع. اه كمان الديب لما تبقى لسه جايبه خاصة لو جايسة تجدد من البرية لازم تحميه وتزبطه. بس مش عطول طبعا رايح الاول. بيبقى فيها حشرات برضو زي تعالي فانت المفروض يعني التمضيف اول ما جيبها الداول. اه كمان اتوقيت الديب تطعمات. يعني زي الكلام. مفيش اي مشكلة. طبعا احنا الناس التعامل معها حاجة كلها اصلي مفيش فيها اي كلام. فاسب لكم برضو دينا دينا عشان يعزي التواصل معه. اه اه طبعا اه الديب مكان كويس. زاكي جدا على فكرة. طبعا في الناس بتقولك ان هو ممكن يوضع بصعب الكلام ده زي ما انا شافين ولا بيورد انا بجانة حاجة واحد مستقاني ياسوي. اه تغيبه اه لازم اساسي تغيب وتمسك عليه. لو كنت تبدي راقي بس مرحيم ثلاثة في اليوم. انه على فكرة ممكن اكون زمت كما حمدية كل حين في اخر. اه في الناس بتقولك بوكي لك الفكرة في الطبيعة. بس انا شفت ان هو كان كل اي حاجة. خوارد. جمال اللي تضيبه قواته انه ممكن يهاجم فريسة اكبر منه في الحاجة. ويجبه. ليفتك بيه. ويقوم بيه. يعني زنداء. ممكن يعمل كده. ممكن الاسود. ده حاجة ما تستوينوش بها يا جماعة. ديب. مش عارف وقت يومتش. بس مش اول يوم اول ما تضيبه تروح له ايه? لا انا حشي بقى اقرب من حاملوك. لانه اصل انه لسه خاف منه كو مش عارف وقت يمكن اهو يوم ما تقولش ما انتهى. على التالي يوم هو بتبقى تدور اكل اللي هو يتعرف عليه بتاع. ديب بيعتبر من فسالة الكلبية يا جماعة. في كلب يتجوز ديب والكلام ده هم بتاعصر. اه يبقى في كلب على ديب وكده كلب بديد طبعا. في عاجة كتير مشهورة تبقى خليط ديب هيولت مرة احدة بس بالسنة. تزوج لكم شهر واحد او اتنين. اه انتعرف قطرة حاملو يحدود خمسين ستين يوم اصلكم بالزبط في الفيديو انا بتتلم. ده بيكون الشكل بتاعه. ده بيكون اللون. مدى على سنة رمضي في السود كلا من فوق. اه ده الوش بتاعه. بس انت المع في الوقت لازم تشويس لازم تخطب رابو يعني كل فنفين بس كاو عنه. ممكن ما فيش بشر عشان ان انضربوا عن الشيء لها من كلا. اه او مش قطر اي حاجة بتطلبها في البيت خارط عليك غير اللي في البلاء تماما. اللي في البلاء نفس يا جماعة الديابة بتخاف منك بس. يعني هي بتشوفك بتخاف منك وبتحاول انت اتفدك عشان اللي هي خايفة منك بتاع مش عايز يجعل سكنك وبيش شفتك حتى تتجنبك. تبقى لك اللي في الاسل اللي متروب معاك. فانت رأي افضل انك يشوف يعني افراد بصريتك الكلام دوان. لكن ما توصلش اه 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 البين هناك تنشيف اماكن عامة عشان هي بيخطر طبعا عليك. ومش يعمل حاجة لازل حاجة بس الفكرة بس اه اقول لك ديب ماشي بديم بتنعم فعشان بارد رؤيتنا نحفظ عليها. الحاجة اللي بتترفع عادي زي ما انا شايفين هو انا في البيت ولا ازاني ولا اعمل ايا حاجة ولا يعمل حاجة. انا ممكن اصبح بص يا جماعة. ولا البيب هو اللي تعلق. ولا التعلق هو اللي صرف عمليش اي حاجة ديب بيدعبوا سكت. اول الحيوانات ما فيش حاجة خطر يا جماعة غير الانسان. على الطاقة بتقول ده اخطر حاجة لكن لغادر ما بيجيش من الحيوان والواء. سكتر بقى سديق زاحف فكاري. فينا ستقول لك بقى ديب لقبيروا رقمة اه نتيمشيش اللي هو ايه في اه مصار اللي هو كده على طول اعمشي بمسارات ده يا ريه عشان اللي عمول الفقر بتاعه ومعمول اللي هو ايه يمشي مستقيم على طول في ناس بطول كده. اه كمان فينا ستقول لك بيرمش بعين ويعنا مش هلتقي المكتمل عشان اللي هو ايه يفضل يوكز اكتر. اه ممكن تجي لهم مارجل دي يا مارفلة معاه وطبعا تفادي المضوع ده لازم تنوعه في الديب دولة في افريقيا موجود في اسيا. ديب عندنا انا في مصر موجود في المواطن الزراعي اكتر من المواطن السحراري كتير. ببزارة. ونشوفكم ان شاء الله في الحال بي على خير نفسوش تفاعل جوز اشتركوا زيب تنبيع عشان نتصلكم شاعتنا اول باول وشوفكم ايه يجعل في الضر جمال.